اشتركوا في القناة 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 طيب تعالي نشوف الحاجة التانية كده هنا مواد السماء هل الرياتين بتخلص الجسم من مواد السماء طبعا لا فيزن دي كده ركنناها على جنب يتفضل كده يجيبتين معاي الرقم بيه ورقم مين ورقم جيم تعالي نشوف الحاجة التانية اللي هو صده صده مشترك بين الكليتين وبين الكابت طيب هل الكليتين بيتطلع توابل ايه وتمام طب هل الكابت بيطلع توابل طبعا مالوش علاقة فيزن دي كده ركنناها على جنب اللي هي كليتين وعند اللي هو الكبد بيخلص جسم منين من اللي هي المواد السما في زندية صح يبقى كده اللي جاء برقم مين الجدول المقابل يوضح أربع عينات بول وكمية العرق المفقودة لشخص في أيام مختلفة تقصيا أي العينات الموضحة بالجدول تم تجميعها في يوم حار يبقى احنا هندور دلوقتي على يوم حار يعني درجة الحرارة مرتفعة طب دلوقتي لما يكون درجة الحرارة مرتفعة إيه اللي هيحصل للعرق حجم العرق هيزيد ولا إقل طبعا في الصيف العرق بيزيد وبالتالي هنا هندور على أكبر أرقام عندنا هنا كم واحد ونصف سنتيمتر مكعب هنا تمانية من عشرة طبعا هيكون غلط تمانية من عشرة غلط واحد واحد من عشرة هتماشي معنا ناخد الحاجة التانية عندنا اللي هو مين حجم البول احنا عارفين طبعا بالنسبة لي اللي هو اليوم الحار يعني في الصيف حجم البول بيبدأ إقل إنما مين اللي بيزيد اللي هو حجم العرق يعني فيه علاقة بينهم هما الاتنين اسمها علاقة عقسية داي يزيد داي اللي داي اللي داي يزيد وبالتالي هنا هندور على مين على اقل حجم ايه للبول عند هنا كام 8 من 10 وعند هنا كام 1 و2 من 10 من الاقل اللي هي 8 من 10 اصبحت الاجابة رقم مين رقم 1000 ويهد ده اصبح ايه غلط يبقى الاجابة صحة رقم 1000 اي رسومات البيانية التالية توضح التغير في معدل اليوريا في كل من سائل التنقية احنا عارفين سائل التنقية بيكون خالي من اي فضلات نيتروجينية والدم المر مع مرور الزمن طبع مع مرور الزمن اليوريا اللي هي في سائل التنقية هتبدأ طبعا هنا كل اللي هي اليوريا اللي هي موجودة في دم المريض هتبدأ تتنقل تروح لمين الى سائل التنقية معنا كده مع مرور الزمن هيبدأ سائل التنقية هيبدأ هيرتفع فيه مين معدل مين اللي هو اليوريا عن عند هنا اللي هو الخط الاحمر ده عبارة عن تركيز اليوريا في سائل التنقية طبعا احنا لسا قدين هيزداد مع مرور مين مع مرور الزمن يبقى الزمن عملي يزيد هيزيد معي مين اللي هو اليوريا وبالتالي ده صح كده بالنسبة لنا ده هنا عملي ايه اللي اصبح غلط الرقم جيم هنا زي ما احنا شايفين مع مرور الزمن عملي ايه يزداد وبالتالي ده كمان صح هنيجي هنا طبعا ده مع مرور الزمن عملي ايه اللي معنا فاصبح غلط ده اول حاجة بالنسبة لين اللي سألت تنقية تعال ناخد الحاجة التانية وعندي هنا اللي هو الدم المار الدم اللي هو المار تركيز اليوريا في دم مين في دم المريض طب تركيز اليوريا في دم اللي هو المريض طبعا مع مرور الزمن اللي يحصل له هيبدأ يقل هيقل ليه علشان اليوريا اللي هي كتت موجودة في دم المريض هتبدأ تروح لمين إلى سائل ايه إلى سائل التنقية وبالتالي هنا نختار هيقل مع مين مع الزمن هنا بيزيد مع الزمن فأصبح غلط فأصبحت الإجابة دي غلط هنا بيقل مع الزمن فأصبح صح بس الأولانية غلط فأصبحت العبارة غلط هنا بيقل مع الزمن فأصبح صح فأصبح ديت الإجابة اللي يا رقم جيم هنا بيزداد مع الزمن لا ده مفروض يقل مع الزمن فأصبح العبارة غلط يبقى كده الصح رقم جيم أي العبارات الآياتية تنطبق على عملية الإخراج في النبات رقم ألف يقل معدل النتح بزيادة معدل البناء الضوي هل الكلام ده صح ولا لا طبعا الكلام ده غلط ده كل ما يزداد معدل بناء الضوية كل ما يزداد مين معدل مين عملية النتح فأصبح هنا الإجابة غلط عشان علاقة بينهم علاقة طراضية رقم بيه فتحات الصغور المائية تفتح وتغلق طبعا الكلام ده غلط طبعا اللي هي فتحات الصغور المائية مفتوحة ايه باستمرار أما اللي هي الصغور العادية هي اللي بتفتح نهارا وتغلق ايه ليلا يتوقف النتح في الأشجار متساقطة الأوراق شتاءا وهنا بقول لي ايه الأشجار طبعا احنا عارفين الأشجار ده عندها نتح اللوة العديسي والنتح العديسي ده مستمر طوال العام يعني مش في الشتاء بس وبالتلك اللي هي المضغلط يرتبط معدل الإخراج بمعدل مين اللي هو الهدم طبعا صح لأن فيه علاقة بينهم علاقة طراضية كل ما يزداد معدل الهدم كل ما يزداد مين معدل مين الإخراج يعني علاقة بينهم علاقة ايه علاقة طراضية الشكل المقابل يوضح جهازه يستخدم للتحقق من حركة الانتحاء ما الكيفية التي يمكن من خلالها أن تنمو ريشة البادرة اللي هي رقم واحد اللي هي قدامنا ده هي اللي هي مستقيمة لتصبح على صورة رقم اثنين بالشكل اللي هي قدامنا ده انحناته بعد كده استقامت تاني عند تثبيتها كما بهذا الجهاز الجهاز زي ما احنا شايفين قدامنا الجهاز ده معرضين للضوء من أحد الجانبين تمام وعند هنا فيه إمكانية الضوران يعني الجهاز ده ممكن لففه حوالين نفسه زي ما احنا شايفين كده تمام قدام مين قدام اللي هو الضوء وعند ديت اللي هي الريشة اللي هي عندنا اللي هي رقم واحد حطناه جوه الجهاز وديت قطع منين قطع من اللي هو القط طبعا هنا عشان نحصل على الشكل اللي هو قدامنا هنا زي ما احنا شايفين هنا حصل في البداية ايه انحناء الانحناء اللي هو في البداية ده معناه ان الجهاز اللي هو قدامنا ده سبتناه فلما سبتت الجهاز إيه اللي حصل بدأت هنا اللي هي طبعا هنا فيه ضوء جاي من أحد الجانبين فالأغزنات اللي هي موجودة في الجانب ده هتبدأ تهاجر وتروح فين في الجانب الثاني تمام يبقى الأغزنات اللي هي الأمادي هتبدأ تروح فين في الجانب الثاني هيصبح هنا كام 65% هنا كام اللي هي 35% وبالتالي هنا هينحان مين اللي هي البيدرة تجاه مين تجاه الضوء الكلام ده فين أول يومين بعد كده بدأت ألف الجهاز اللي هو قدامنا فما بدأت لف الجهاز أصبحت هنا نسبة الوجزينات تساوت مع النسبة هنا هنا 50% هنا كان من 50% وبالتالي هنا بدأ ينمو اللي هي البادرة إيه إلى أعلى مستقيمة إلى أعلى تعالوا ندور على كلام ده بعد يبقى أول يومين سبتنا وبعد كده اليومين الأخرينين إيه بدأنا ندور من الجهاز تدوير البادرة يومين لا إحنا أول يومين سبتنا أصبح الكلام ده غلط وتثبتها يومين متتالين لا ده مفروض العكس تثبيت البادرة يومين يبقى كلام ده صح وتدويرها يومين متتالين طبعا الكلام ده صح فأصبح دي الإجابة اللي هي رقم مين ورقم بي زي ما احنا بس نفسرين تدوير البادرة 4 أيام لو احنا دورنا البادرة لمدة 4 أيام هيكون بالشكل ده هتتساوي نسبة الأخزينات على الجانبين عدم تدوير البادرة 4 أيام لو أنا ما دورتش اللي هي البادرة هتبدأ تنحان اللي هي البادرة يمت مين يمت الدق فأصبح ده كمان غلط هي بس صحة رقم مين؟ رقم بين نهي رسومات البيانية التالية تعبر عن مستوى تعقد الإحساس لسلاسة كائنات حية يبقى عندنا ثلاث كائنات حية أي طرفين مستوى تعقد الإحساس سيكون فيهم أكبر مدين هالكائنات اللي هي عندنا العنكبوت ونبات المستحية والقرد هنبدأ كده بالنبات احنا عارفين طبعا فيه اللي هو النبات بيكون الإحساس أقل وضوحا طيب هندور هنا على أقل حاجة هنا طبعا عندي هنا اللي هو النبات اللي هو لونه ايه اللونه ازرق يعني اللون الازر هنا طبعا اكبر حاجة فاصبح غلط يبدأ كده بالنسبة لنا كده غلط اكبر حاجة اصبح غلط اقل لحاجة صح هنا متوسط او هنا الاتنين بتصوهم مع بعض فاصبح غلط ده هو الحاجة بالنسبة مين للنبات احنا عارفين طبعا النبات بيتأثر ببعض المؤسرات الخارجية زي اللي هي الرطوبة زي المية زي اللي هي الضوء عند الحاجة التانية اللي هو مين اللي هو العنكبوت العنكبوت اللي هو اللون بتاعه أحمر وطبعا العنكبوت هنا هيكون المستوى اللي احساس فيه هيكون أقل منين من القرد وبالتالي هنا هنختار اللي هو اللون الأحمر يكون أكبر من اللي هو اللون الأزرق هنا طبعا الأحمر أقل من الأزرق فأصبح غلط هنا الأحمر هنا متوسط فده صح هنا عندي طبعا ده أكبر من ده فأصبح صح عندي هنا ده طبعا هنا متوسط بالنسبة لنا فده صح إنما ده اللي غلط هنيجي بعد كده اللي هو القرد طبعا اللي هو القرد ده مستوى اللي احساس فيها يكون ايه عالي تمام لان عنده جهاز عصبي راقي وبالتالي هنا نختار اعلى حاجة في اللون الاخضر هنا اقل حاجة طبعا هنا قليل هنا قليل برضه غلط هنا اكبر حاجة ده صح فاصبحت دي الاجابة الصحة لرقم جيم وعندي هنا اللي هو اكبر حاجة صح انما فيه واحدة غلط فاصبحت الاجابة غلط يبقى كده الاجابة الصحة رقم 100 رقم جيم في ايه الكينات التالية تتواجد عندنا طبعا اللي هو الحود طبعا غلط علشان ده من اللي هو الساديات اللي هي الرقية وبيكون عنده اللي هي الكلة اكثر اكتنازا الضفضاع طبعا دي الاجابة الصح الخفاش هو اللي هو الفيل طبعا دي هات من الساديات وبالتالي هنا يكون عندها اللي هي الكلة ايه اكثر ايه اكتنازا اما اللي هي الضفضاع بتتبع اللي هي البرمائيات اللي هي الفقرات اللي هي الدنيا وبيكون عندها اللي هي الكلة طويلة وايه ورقيقة وبتمتد على جنبه مين اللي هو العمود الفقاري يبقى اللي جابها الصحة رقم مين رقم بي لا توجد علاقة بين سبات تركيب دم الإنسان وعملك اليتين ما مدى صحة العبارة مع التفسير هل الكلام ده صحة ولا غلا طبعا الكلام ده غلط أقوله عبارة غير صحيحة طب ليه لو احنا فاكرين تركيب الدم كما نظن تركيب الدم اللي هو مين اللي هو البلازمة ولو فاكرين البلازمة بيتمثل لحوالي 54% من حجم الدم كان فيها مية 90% وعنده كمان كان فيها أملاح جروع ضوية اللي هي حوالي 1% وكان فيها بروتينات وكان فيها مواد ايه اخرى حلو قوي مين اللي بيحافظ على السبات اللي هو تركيب الدم ده اللي هو مين عمل الكليتين طب ازاي عندنا كان اول حاجة بالنسبة للكليتين اللي هي عملية اللي هي اعادة الامتصاص الاختياري اللي هي عملية اعادة الامتصاص الاختياري كان بيتم عن طريق اللي هي العملية دية اللي هي امتصاص مين اللي هو المية لو الجسم محتاجها او اللي هو كولوكوز لو الجسم ايه محتاجه مرة تانية او حتى اللي هي الاملاح اللي هي مواد معدنية يعني المواد المعدنية بيبدأ هنا الجسم يرجحه مرة تانية ايه لو الجسم محتاجه علشان يسبت مين اللي هو تركيب مين تركيب اللي هو الدم كان عندي كمان اللي هي عملية اللي هي الترشيح عملية اللي هي الترشيح ترشيح الدم كان هنا خلال عملية الترشيح لو احنا فاكرين كان لا يتم لا يتم اللي هو ترشيح اللي هو مين اللي هو خلايا الدم وكمان مين وكمان اللي هي البروتين ما كانش بيمر من خلال مين محفظة ايه بومن لان ديها تعبارة عن جزائة ايه كبيرة ايه الحجم وبالتالي هنا بيحافظ على مين على سبب التركيب مين اللي هو ايه الدم وضح كيف يرتبط عمل الوحدات الوظيفية للاخراج بالجسم بالجهاز الدوري يعني هل في علاقة بين الوحدات الوظيفية للاخراج والجهاز الدوري ايه في علاقة والله احنا خدنا هنا اللي هي الوحدات الوظيفية خدنا حاجتين اول حاجة لما كنت بكلم عن الجلد اول حاجة اللي هو الجلد طب لما سألك هي ايه الوحنة الوظيفية في الجلد هتقول للغدة العرقية الغدة العرقية الغدة العرقية اللي وحنا فاكرين كان بيكون محاطب مين بيه اللي هي شعيرات دموية حولها ايه شعيرات دموية طب لما سألك ليه هتقول لي علشان يتم استخلاص مين اللي هو العرق منين من اللي هي الدم يبدأ علشان استخلاص مين اللي هو ايه العرق والعرق طبعا ده بيطلع ايه محمل بيه بعض الفضلات وفيه كمية الماءοزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ونحفظه بومن كان يتم العمله الترشيح مكونات الأنفرون كان يتم عمل 안�ية استقبل من الصعب الامتصاص الاختياري وطبعا الكلام ده كان بيتم عن طريق مين؟ عن طريق الدم برضك ان كان بيرجع مرة تانية العناصر الجسم محتاجة زي المياه او زي اللي هي المواد المعدنية او كولوكوز بيرجع ايه للدم ايه مرة تانية معنى كده ان الدم في علاقة بينه وبين مين بين اللي هي الوحدات ايه الوظيفية الشكل المقابل يوضح جزء من قطاع في جلد الانسان ما اللي علاقة بين التركيبين رقم واحد ورقم اثنين اتمنى الرسم هو مشاور rail او طبعا على اللي هي مين الطبقة السطحيه الطبقة السطحيه والرقم اثنين ديوس ها ت장و ايه الطبقى اللي تحتها بيسمها الطبقى الداخلية و بالنطبقى يت ops ايه ايه العلاق�Uh كُ clause إيه tuning ايه EN A A A A A A A A T P احنا عارفين اللي هي الطبقة السطحيه ديتنا او دي عباره عن طبقه فى ها يسميها اللي فيه مادة القرنية والمادة القرانية بيسمها مادة مين اللي هي القيراتين والمادة دي مهمتها ايه بتعمل على حماية مين الجلد من غزو الميكروبيات معنا كده هتحمي ايه الطبق اللي هي تحت منها يبقى عندي اول حاجة كده اللي هي رقم واحد كده اقول له تعمل على حماية الجلد من غزو الميكروبيات وبالتالي حماية الطبقة الداخلية دي مهمت مين اللي هي رقم واحد طب رقم اتنين اللي هي طبق مين الداخلية والله المهمة الرئاسية بتاعتها كانت عندي هنا كانت بتفرز اللي هي حبيبات مين الميلانين اللي هي بتكسب مين الجلد لونه بس دي ما تهمنيش جدي الوقت اللي يهمني هنا ايه دورها بالنسبة للطبقة السطحية كانت دايما ديها تعبارة عن خلايا حية ، دايما بتعوض اللي هو مين الطبقة ايه السطحية اللي هي القرارنية بالتجديد المستمر فقول له كده تعوض دي عبارة خلايا حية خلايا حية تعوض الطبقة السطحية اللي أنا بسميها القرارنية بالتجدد المستمر يبقى معنا كده ان فيه بينهم هما الاتنين ايه فيه علاقة بينهم هما ايه هما الاتنين هما الاتنين معتمدين على ايه على بعض يا ربكم فهمنا ما تنسلاش من صلاح دعواكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة والسلام عليكم ورحمته وبركاته